الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه وجرائم لبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة ويستمر في عدوانه لمحافظات الوطن في الضفة الغربية موقعا دمارا وخرابا في الممتلكات والبنية التحتية وخسائر هائلة في الأرواح أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الإسبوعية أن الحكومة ستقوم بإعادة إعمار ما تم تدميره وأن هذه الاعتداءات لن تكون إلا رافعة لمزيد من التصميم لبناء مؤسساتنا الوطنية المستقلة ودعم صمود أهلنا هذه التضحيات والخسائر التي تخلفها اعتداءات جيش الاحتلال لا سيما في البناء التحتية قد تكون الأكبر والأوسع منذ اجتياح الاحتلال لمندل الفلسطينية عام 2002 لكننا نقول للجميع أننا سنقوم بإعادة إعمارها ولن تكون هذه الاعتداءات إلا رافعة لمزيد من التصميم على بناء مؤسساتنا الوطنية المستقلة ودعم صمود أهلنا بإذن الله هذا وأشار مصطفى إلى أنه ورغم الظروف الصعبة ومواصلة العدوان فإن الفرق الفنية الحكومية والمؤسسات الوطنية تعمل بما تسمح به الظروف الأمنية لعادة تهيل وتشغيل البنية التحتية التي دمرها جيش الاحتلال إضافة إلى إيواء العائلات التي تضررت منازلها أو أجبرها الاحتلال على إخلائها مبينا في الوقت ذاته مواصلة الحكومة اتصالاتها الدولية مع المنظمات الدولية ومختلف الدول للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه خلال الأيام الماضية عملت مؤسساتنا الوطنية والأهلية في طول كرم وخلال أقل من 48 ساعة على عادة فتح غالبية الطرق التي دمرها الاحتلال وإيصال الجزء الأكبر من خدمات الكهرباء في المناطق المتضررة والعمل على إصلاح خطوط المياه لكن ومع اجتمع المدينة مرة ثانية من قبل الاحتلال ليلة أمس فقد دمرت جرافات الاحتلال كل ما تم إصلاحه للمرة الرابعة في أقل من شهر واحد ومع ذلك سنعيد إصلاحها مجددا ونعزز بإثن الله صمود أبناء شعبنا إلى ذلك عرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمل الطواقم الحكومية المختلفة في الميدان مثنيا على الطواقم الطبية ونقابة الأطباء والنقابات الطبية والصحية والخدمات التي استجابت للدعوة الوطنية الطارئة التي أطلقتها وزارة الصحة من أجل انخراط الجميع في الواجب المقدس لدعم صمود أبناء شعبنا وإن نقدر عاليا عمل جميع الطواقم الحكومية المختلفة في الميدان فإن الحكومة تثني على الطواقم الطبية الساهرة على خدمة أبناء شعبنا وعلى نقابة الأطباء والنقابات الطبية والصحية والخدمات التي استجابت للدعوة الوطنية الطارئة التي أطلقتها وزارة الصحة من أجل انخراط الجميع في الواجب المقدس من أجل دعم صمود أبناء شعبنا ونقدر هذا التجاوء ونؤكد حرص النقابات وأعضاها كما هو حال أيضا الأجهزة الحكومية إلى الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا نحيي لنقابات هذا الموقف الوطني المتميز في هذا الظرف الصعب وأكد مصطفى أن الحكومة بدعم من السيد الرئيس لن تتوانى عن تقديم كل ما أمكن لخدمة أبناء شعبنا في شطري الوطن مشددا على أننا اليوم أحوج ما نكون لرفع الوعي واليقظة أمام مخططات حكومة الاحتلال اليمينية المتشددة والتي لا تخفي مخططاتها وسياساتها الممنهجة لتدمير مقدرات شعبنا وتهجيره وتقويض فرص تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على الأرض أكرم مفروغ تلفزيون فلسطين